الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على مقربة من ميناء الحديدة يكشف للقاصي والداني أنها ماضية في مصرحيتها الهزلية واستخفافها باتفاق ستوكولم وما عرف خلال الساعات الماضية بالانسحاب الأحادي من ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى خرق باليستي لم يكن بدعا من الانتهاكات المتواصلة للميليشيات الحوثية منذ إبرام اتفاق سويد قبل أكثر من خمسة أشهر ولكنه هذه المرة جاء على مرأة ومسمع رئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد الذي من المفترض قيامه بعملية الإشراف على الانسحاب من الموانئ ووقف عملية إطلاق النار ما يجعل السؤال المطروح والملحة وبقوة هل ثمت جدية في تنفيذ اتفاق سويد من الميليشيات؟ وهل الأمم المتحدة جادة أيضا في كبح جماح جماعة الموت؟ المعطيات على الأرض هي من تبادر بالإجابة عن هذا التساؤل ففي أعقاب ما يفترض بأنها عملية انسحاب من الموانئ كثفت الميليشيات خروقاتها داخل مدينة الحديدة وبالقرب من خطوط التماس بالإضافة إلى عملية تحشيد وتعزيزات تشي بأن مسرحية الانسحاب جاءت كسابقاتها من أجل التقاط الأنفاس وإعادة تموضع جماعة الحوثي الإرهابية بمباركة أممية وتحديدا اللجنة التي من المفترض أنها تقوم بمراقبة الانتشار والانسحاب لا أن تفتح الباب على مصراعيه للميليشيات لمواصلة خروقاتها التي تهدد بنصف اتفاق سويد غريفيتس الذي أشار خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن منتصف مايو الجاري إلى إحراز تقدم في اتفاق سويد من خلال ما سمي إعادة انتشار الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أصبح في مأزق أمام الأطراف الأخرى التي ضاقت ذرعا بخروقات الميليشيات وصمت الأمم المتحدة المريب تجاهها اشتركوا في القناة